انابى صاحب السمو الملكي لامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء افتتاح الملتقى الاول لمؤسسة المبرة الخليفية تحت شعار احصل على المعرفة حافظ عليها قم بتطبيقها حول اثر القيادة والريادة والتطوع في تنمية الشباب اعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة عن تشرفه بافتتاح عمال الملتقى الاول لمؤسسة المبرة الخليفية نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مشيرا معاليه الى ما تحظى به مؤسسة المبرة الخليفية من دعم واهتمام من لدن سموه فضلا عن ما يوليه سموه من رعاية واحتضان للبرامج الهادفة الى تنمية الشباب ورفضهم بالقيم والخبرات التي تكرس المفاهيم الايجابية لديهم وقال معاليه انه بالنظر الى الاعمال الرائدة التي تقدمها المبرة الخليفية برئاسة سمو الشيخ زين بن خالد الخليفة الى المجتمع المحلي فانه حري بهذه المؤسسة ان تلقى كل التشجيع والاسند وما تفضل سمو رئيس الوزراء الموقر برعاية الملتقى الاول لهذه المؤسسة الا شكل من اشكال الدعم المطلوب والذي يعين المبرة على مواصلة اداء دورها الجليل الذي تطلع به والهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للوطن وابنائه في مختلف المجالات واوضح معاليه بان الزخم الواسع الذي يحظى به ملتقى المبرة الخليفية ليس لكونه الاول فحسب بل لعناية اختيار المتحدثين من داخل وخارج البحرين والذين سيساهمون في نقل تجاربهم وخبراتهم المكتسبة من مختلف محطات حياتهم الى الناشئة والشباب حول الريادة والقيادة والتطوع وهي مفاهيم في حال وعيها واستيعابها ستهيئ للشباب جميع ظروف النجاح كما اعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع القائمين على اعمال هذا الملتقى ولجميع المشاركين فيه بالاستفادة المرجوة وان يتوصل الملتقى الى توصيات ومخرجات بناءة من شأنها ان تساهم في صقل شخصية الشباب وبلورة افكارهم حول سبل التميز وخلال الحفل القت سمو الشيخ زين بن خالد آل خليفة رئيس مجلس امناء مؤسسة المبارة الخليفية كلمة اعربت فيها عن اسمى ايات الشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تشجيعه ودعمه الدائم والمتواصل وتوجيهات سموه السديدة لمؤسسة المبارة الخليفية منذ انشائها مشيرة الى ان المؤسسة عملت من خلال البرامج والمبادرات التي طرحتها على توسيع الافاق المعرفية وتطوير المهارات الحياتية واكتساب الخبرة العملية لدى الشباب امانا بان الشباب متى ما اتيحت لهم البيئة الملائمة والمقومات الصحيحة للنجاح فانهم قادرون على العطاء والابداع والتميز مجسدين الامل بمستقبل مشرق للمملكة واضافت سموها قائلة لقد استفاد من برامج المؤسسة خلال فترة وجيزة اكثر من ستمائة وستين شابا وشابة من خلال برنامج اثراء والذي يسعى لتطوير الناشئة وقرس القيم التربوية والمهارات القيادية لديهم اضافة الى برنامج رايات للمنح الدراسية الذي يوفر تجربة شاملة ومتكاملة للطالب الجامعي حيث وفرت المبرة 200 منحة دراسية في جامعات المملكة وبلغ عدد خريجي المبرة حتى الان 45 خريجا في مختلف التخصصات وعلى صعيد متصل اوضحت سموه شيخ زين بنت خالد ان الملتقى الاول للمبرة يأتي لمنح الشباب فرصة الاستماع والتحدث الى نماذج متميزة في المحاور الثلاثة الذي يقوم عليها هذا التجمع والهامهم بالابتكار والابداع لتحقيق كافة احلامهم وطموحاتهم على المستويين الاكاديمي والمهني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلالها ملامح ملتقى المبرة الخليفية الاول لتكتمل بعدها الصورة في انطلاقته معلنا به تطوير الشباب نحو مفهوم لطالما اكد عليه الواقع حول الاثر الايجابي للقيادة والريادة والعمل التطوعي ولا ان قيمة الانسان في الحياة تكمن في طبيعة عطائه كاخلاصه في العمل او في خير يستى الى غيره دون مقابل ارتكزت رؤية المبرة الخليفية على ان يصبح المواطن البحريني عضوا فاعلا في المجتمع وان يحقق التمييز العلمي المنشود احنا يشرفنا ان يكون الملتقى الاول لمؤسسة المبرة الخليفية برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه فسموه هو الدعم الاول لمؤسسة المبرة الخليفية منذ انشائها وهذا ليس بغريب على سموه فهو دوما يدعم ويشجع المبادرات التي تخدم المجتمع البحريني وشعب البحرين الكريم الملتقى هو تحت عنوان اثر القيادة والريادة والتطوع في تنمية الشباب حبينا ان الشباب يلتقون بنماذج متميزة في هذه المحاور الثلاثة يستمعون الى تجربتهم وخبرتهم ويستلهمون منهم قصص النجاح ليتمكن الشباب البحريني من تحديد طموحاته واهدافه والتخطيط لمستقبله بشكل واضح وعلى اكمل وجه وانتمنى ان الجميع ان شاء الله يستفيد من هذا الملتقى ونأمل نحن نقدم المبادرات التي دوما تخدم الشباب البحريني يسعى ملتقى المبرة الخليفية الاول الى تشجيع الشباب نحو الابداع والابتكار لذا قدم من خلاله احدى عشر شخصية قيادية بحرينية وخليجية لتكون تجربة مشوقة حافلة بالانشطة للشباب واتاحة الفرصة لهم للتحدث مع نماذج ملهمة نشكر سمو الشيخة زين بن خالد والمبرة الخليفية على هذا العمل العمل الخيري ليس فقط عطاء بل ايضا هو تقوية قدرات وهذا الملتقى الاول اثبت ان العمل اللي قاموه بكان عمل ناجح وحقيقة يعني نفخر ونشكر المبرة الخليفية وايضا نفخر بكل الشباب البحريني ومتفاعلين بهم ان شاء الله مثل هذه المؤتمرات حقيقة هي التي تنني القدرات عند الشباب وهي احدى الفرص المتاحة في مملكة البحرين للشباب اليوم الشباب البحريني يحظى باهتمام كبير من القيادة حفظ الله وراعاها من مختلف الجهات الرسمية والاهلية نرى هناك العديد من المؤتمرات التي تقدم للشباب وكل هذه المؤتمرات اكيد بتعود على الشباب بالفائدة تضمن الملتقى قصص نجاح وجلسات نقاشية وورش العمل رسخت من خلالها اهمية المسئولية المجتمعية نحو خدمة المجتمع طبعا ورشتي راح تكون حول التطوع واساسياته وراح اتطرق من خلال ورشتي حك تجربتي في التطوع وشلون ممكن المطوعين المبتلئين يبتدون مسيرتهم في التطوع ويطورونها ويوصلون للاشياء اللي هما يتمنونها ويحلمون فيها راح اشارك قصة نجاحي شو ابتديت شاركتي مع الشباب اليوم هاي المؤتمر ويد مهم لان الشباب البحريني شباب ويد واحد وحس ان هاي المؤتمرات تعطيهم شوية دفل معنوي عشان يثقون في نفسهم اكثر وحققون اكثر حق المجتمع الملتقى يعد فرصة سانحة لتعريف الشباب المشاركين بمؤسسة المبرة الخليفية وعلى فرصها المتاحة للشباب لاستثمار امكانياتهم وتحقيق كافة طموحاتهم على الصعيد الاكاديمي والمهني من ملتقى المبرة الاول هذا الملتقى الذي يهدف الى تطوير الشباب وتشجيعهم على الابتكار من خلال ثلاثة محاور اثر القيادة والريادة والتطوع امان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين